اهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان لسا مكاملين مع حضرتكم متابعتنا للمؤتمر الصحفي العالمي اللي اجراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكشف في هذا المؤتمر مبارح عن بعض التحديات اللي وجهتها الدولة المصرية وده من بداية الازمة الروسية الاوكرانية وتأثير هذه الازمة على الاقتصاد العالمي والمصري وايضا اعلن خطة الدولة للتعامل مع هذه الازمة والخطة اللي الدولة كمان هتشتغل عليها في الفترة اللي جاية سواء الكلام ده فيما يخص تشجيع القطاع القاس او كمان توفير احتياطي امن من السلع الاستراتيجية وايضا تحدث عن دعم البورصة وسوق الاعمال المالية خلينا نتكلم بالتفصيل اكتر مع الدكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير شايف ازاي مخرجات المؤتمر العالمي اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي امس بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني مؤتمر مهم في وقت صعب وقت صعب بتمر بالعالم ومصر جزء من العالم وطبعا الشارع بيتساءل احنا الازمة دي هتوصلنا لفين وهنتعامل معاها ازاي وايه ازاي هتكون او ايه هي خطة الدولة او خطة الحكومة خاصة فيما يخص الاقتصاد لان طبعا يعني هي دي ازمة اقتصاد بالاساس وازمة انداد مواد غزائية ولكن يعني احنا هل هنقدر نتعامل مع تلك الازمة طبعا احنا يعني ممكن شوفنا مبارح وتابعنا ان يعني فيك اكثر من المصار اه تحدث عنه السيد رئيس الوزر احنا ازاي هنتعامل مع تلك الازمة طبعا تتكلم الحديث طبعا عن يعني الصناعة المصرية وازاي نزود حصتها من الاقتصاد والوطني وده طبعا ده مطلب من سنوات ان احنا عايزين دائما نتحدث عن الصناعة يمكن حتى ان معدل النمو في الصناعة المصرية يمكن اخر بضعة سنوات ما كانش بالشكل اللي احنا كنا عايزين وتقريبا هو 17% او 17.5% من الناتج المحلي طبعا نحن نأمل ان تزيد تلك النسبة مثلا هو كان فيه خطة انها توصل الـ 22% خلال ثلاث سنوات ولا حاجة يعني فيمكن الدولة قدت اهتمامها ان هي عايزة تهتمم هذا القطع طبعا من ذلك احنا الادوات اللي تخلينا نكون قادرين على مسألة توطين الصناعة طبعا يعني هو توطين الصناعة ده كلمة سهلة يعني ما جيبوا الوطن صناعة هي كلمة سهلة ولكن تنفذها صعب من طه الصعوبة كمان لان طبعا يعني احنا من زمان بنونادي يعني يبقى نكتر من عشر سنين وكده حتى من قبل 2011 الصناعة والصناعة الصناعة مهمة طبعا لان يعني احنا عندنا قطاع الصناعة وقطاع الخدمات من القطاعات اللي بتحول الدول من دول نامية الى دول نشأة الى دول متقدمة هي ده القطاعات اللي بترفع معدل النمو وتفرق في اقتصادات الدول مع ان القطاعات الاخرى زي الزراعة مهمة جدا ولكن القطاع الصناعة ده بالذات من الصناعة اللي هو يقول لك احنا دولة صناعية دولة صناعية بتصنع أن القيمة المضافة في الصناعة مرتفعة كمان لما تتطور في الصناعة ترفع درجة المعرفة ونقل التكنولوجيا فبتدي تصنع سلع تكنولوجيا دي بتفرق جدا معك لأن احنا بنقسم الصناعة ثلاث فئات سلع مخفضة التكنولوجيا سلع متوسطة التكنولوجيا سلع مرتفعة التكنولوجيا طبعا سلع مرتفعة التكنولوجيا دي يعني مش كل الدول شغلة فيها ممكن تلاقي دولة صناعية كبرى ولكن كل صناعاتها في متوسطة ومنخفضة التكنولوجيا طبعا نحن نعتبر الصناعات الغذائية صناعات منخفضة التكنولوجيا صناعة الأساس والأدوات المنزلية منخفضة التكنولوجيا نخش في السلع منتوسطة التكنولوجيا زي الغزل والنسيج والصناعات الشبيهة لها نقول عليها متوسطة التكنولوجيا طبعا كل الحاجات المرتبطة بصناعة السيارات أو صناعة المترو صناعة القطرات دي كلها منقول عليها مرتفعة التكنولوجيا والحاسب الآلي والجوالات والأجهزة الألكترونية المعقدة ده كله بيندرك تحت بند مرتفعة التكنولوجيا ضيب هي إيه اللي احنا ممكن نقوم بها علشان نوطن الصناعات الهمة والحيوات طبعا ده مرتبط بشقين الشق الأول شق اقتصادي إنك انت بتسهل وتيسر للمستثمر طبعا وبمعناه برضو إن في يعني عدد من المحددات منقول عليها بيقيم بين المستثمرين المقاصد الاستثمرية أول حاجة انت بيوبا جاي بحاس عن سوق أنا هقدر اشتري هعرف بيع للسوق ده ولا لا حاجة تاني بيدور على العمالة هل عندكم عمالة تقدر تشتغل معايا أو مدربة بالشكل الكافي حتى وإن كانت غير مدربة بالشكل الكافي هل تعلمهم جيد علشان لما يجي دربوا ما يتعبنيش أو يتدربوا سرعة أيضا مدى استقرار العملة دي حاجة بتقصر الحزبان في حاجة تاني مهمة جدا البنية التحتية الطاقة والكهرباء موجودة كهرباء وموجودة وسائل الطاقة غاز وبترول بأسعار معقولة كل دي أمور بتقصر الحزبان أما الأمر الآخر بقى تبقى يعني الرجال الأعمال المصريين ومجتمع المال والأعمال المصري المحلي يقدر يعمل شركات ويقدر يعمل تكتلات ويجذب مستثمرين أجانب دي برضو أمور يعني بتقصر الحزبان بالإضافة أيضا أعتقد دكتور بمناسبة الشركات وجذب رؤوس أموال أجنبية من الخارج للاستثمار داخل مصر كان فيه جهد خلال الفترة الماضية تحديدا بتوفير بنية تحتية مناسبة وملأمة لكل الاستثمارات الخارجية تحديدا ودي نقطة مهمة تحدث عنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما قال يعني كان فيه بعض الحناجر اللي كانت طالع على السوشيال ميديا وبتقول إيه أهمية المشروعات القومية الكبرى اللي انتو بتعملوها هل يعني ونادت بتوقفها أثناء حدوث الأزمة الأوكرانية الروسية وقالت نوقف ونصرف بقى على الأكل والشرب فقط وكفانة ذلك يمكن فند دولة رئيس الوزراء هذه المشروعات وتحدث عن الكهرباء وازي يبقى النهاردة عندنا اكتفاء وبنصدر كمان برة تكلم على أزمة الغاز وفي مقارنة كمان مع حدث من هذه الحرب من ارتفاع أسعار الغاز وبالتالي كنا هنستورد الغاز بدل ما احنا دلوقتي حققنا اكتفاء ذاتي أيضا في الغاز ونصدره لأ مشروعات القومية الكبرى للاستثمار في الغاز كانت كفيلة أن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي وأنه يقدر اللي احنا ما نجيبش غاز برة بسعر مضاعف وما عندناش عملة صعبة تقدر اللي هي تلبي هذه الاحتياجات كيف ساهمت هذه المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الماضية لوجودنا في مستوى نمو خلينا نقول سابت أو بيرتفع حتى ولو بشكل طفيف بشهادة كبرى المؤسسات زي صندوق النقل الدول يعني طبعا لازم أن نضع في الاعتبار حتة أن أنا أقسم المشروع ده منتج ولا غير منتج دي أنا حتى ده السؤال بالنسبة لي سؤال غريب يعني أنا مش عارف الكلام ده بيجيبه منين أي مشروع بيوفر فرص عمل بيشغل القطاع الخاص وراء يعني كل جنيب تستثمره الدولة بيترتب عليه ثلاث أضعاف من ثلاثة لأربع أضعاف القطاع الخاص بيجي وراء شغل الدولة وبيستثمر كمان طبعا يعني ده بيأثر يعني بيعمل نوع من النوع النشاط الاقتصادي كمان أيضا الجانب الآخر يعني أي مشاريع لا هو يمكن للناس بتتحدث غير متخصصين فهم بيتحدثوا في تخصص مش بتاعهم فبنتكلم في أنه إحنا مش فاهمين احتياجنا إيه للطرق الكباري ما هو فلما يجي رد رئيس الوزراء أن إحنا محتاجين نرد الطرق الكباري محتاجين الاستثمار في التكنولوجيا تكنولوجيا للاتصالات لأن لازم يكون عندنا بنية تحتية قوية علشان نقدر نجيب استثمارات ونعمل مشاريع هنا تيجي أهمية المصارحة والمكشف بس الطرق الكباري اللي قالتها هدير هنا كمان كان فيه تفنيد لها كان يعني رائع بصراحة لما قال دولة رئيس الوزراء إن وفقا للتقارير الدولية اللي كانت بتقول من 2008 إن مصر خلال عام 2020 هيبقى مستوى حركة سير السيارات فيها 8 كيلو في الساعة يعني إحنا بص الموضوع ده يعني نازم نتناوله من جزء يعني إن القاهرة استحمت وتكدست بشكل كان يعني كان يستحيل المعيشة فيها يمكن حتى صنفت من أكثر عواصم العالم ازدحاما فلازم أن يكون في حل سريع وعاجل للنقطة دي ده أول حاجة تاني حاجة مع الزيادة الجبيرة في السكان وإحنا متركزين في الوضع الضيق فأنت محتاج تخرج برى الوادي يعني إحنا منذ آلاف السنين مكناش بالأخرج برى الـ 4% ورى الـ 5% اللي أول مرة في التاريخ المصري اللي إحنا خرجنا من الوضع الضيق وابتدينا نتوسع دي نقطة مهمة تؤخذ في الحزبان ثالث حاجة كان فيه دراسة للبنك الدولي في 2011 قال لك إن تكلفة الازدحام والتكدس المروري يعني مده هنقول دراسات وبيانات تكلفة الازدحام والتكدس المروري في مصر 4 أضعاف المعدل العالمي 4% من الناتج المحلي كل الدول فيها تكلفة ازدحام والتكدس المروري 1% من الناتج المحلي في مصر 4 أضعاف الناتج المحلي إيه هي تكلفة التكدس والازدحام المروري دي اللي هي تكلفة التأخر زي ما قلت حضرتك السرعة طب 8 كيلو تكلفة التأخر تكلفة المحروقات دلوقتي البنزين بيغلى فإنت استهلاك البنزين أكتر دا تكلفة أكتر التأخر عن العمل ده ليه تكلفة تلوث الجو كل دي أمور بتأخذ في الحزبان وليها حسابات دقيقة فبالتالي أنت كنت لازم تلاقي مخرج من التكدس الكبير كمان الناس ما كانتش عايزة نخرج برق قاهرة مفيش أماكن مفيش شواء في طلب على الشواء بشكل مستمر فأنت هتتوسع على الأراضي الزراعية هتبني على الأراضي كل واحد يبني في الأرض الزراعية اللي هأثر على الأمن الغذائي فبالتالي خروج برق قاهرة ده كان مطلب حتى كان من زمان ونشوف المسلسلات وكده لازم نخرج برق القاهرة لأن القاهرة أصبحت يعني كفاية على كده وتقوم بدورها التاريخي والحضاري وأن يكون في توسع للشباب والمواطنين لهم يكون لهم وجود داخل خارج القاهرة طبعا برضو المدن الجديدة بتفتح المجال وبيبقى فيها مناطق مخصصة للمدارس والمستشفيات مدن طبية متكملة الحجة مش حتة مستشفى صغيرة ولا حاجة لأ في مدن طبية متكملة في العاصمة الجديدة في مجمعات مدارس وبنشجع كمان على استثمار في المدن الجديدة بنتكلم في إعفاق ضريبية من 3 إلى 5 سنين قانون بيتم دراسته دلوقتي للمصانع اللي هتفتح في هذه المدن كمان الجامعات الجديدة بالتخصصات الجديدة كفاية نتخصصات التقليدية في الجامعات التقليدية كفاية نتجارة وحقوق وزراعة وخدمة كمية خبريج الجامعات دي وأداب فينها ما بيشتغلش أغلبهم ما بيشتغلش أغلبهم طالعوا عايش شغل فما لهوش لكن احنا شفنا أنه فيه 7 أو 9 جامعات جديدة دولية جامعات دولية بالمعنى المفهول بالفعل في الجلالة في العالمين في العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية فيها 9 جامعات لوحدها كمان فيه في الجلالة وفيه في العالمين بتخصصات جديدة تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الزرية النانو والبيوتكنولوجي في جامعات تكنولوجية أصبح لدينا جامعات تكنولوجية في بنسوف وأسيط والسادات وفي السكندرية فده يعني نقول عليه ده اللي بيترتب على التوسعات الجيدة أنا راجل جاي عايز أعمل جامعة دولية أبنيها فين مدينة البحث العلمي وطبقات التكنولوجية بالفعل أنا راجل جاي عايز أستثمر أعمل مدرسة كبيرة عايز أعمل مستشفى ضخمة عايز أعمل جامعة دولية أبنيها فين لو ما فيش المدين عندك مكان أبني فيه أبني فين هابني في الهرم هابني في وسط البلد مفيش أماكن هنا شايف حالك إزاي تحول الدولة لحق الانتفاع بالأرض بس هكامل النقطة دي كمان لو أنا عايز أعمل مشروع تعليمي أو مستشفى مثلا لو أنا هاجي هابني في منطقة زي في القاهرة سعر المتر مرتفع جدا مفيش مكان أصلا ولو لقيت هلاقيه ممكن عشان أشتير أرض تكلف لها يجي 2 مليار ولا حاجة فالكلام ده هتحسب على التكلفة الاستثمارية فهب المشروع فاشل فمش هعمله لا ده بتتبني في المدن الجديدة بيباليها سعر معقول محدد الحاجات الخدمية والمشروعات الخدمية بيباليها تسهيلات بالتأسيد فأنا عشان تسهل علي هذا القرار فدي كانت من ضمن الأمور أو من ضمن الحاجات برضو اللي لازم المواطن يكون عارفها كمان برضو حاجة مهمة سيطر رئيس الوزر تكلم عليها البورسة المصرية أسوأ المال أسوأ المال دي يعني حاجة مهمة جدا جدا هل نتكلم عن دمجة أكبر سبع موانئ تحت مضلة واحدة وطرحها في البورسة تأثير دائم من وجهة نظر طبعا أسوأ المال دي حاجة مهمة جدا يمكن البعض مش قادر يستوعب دور أسوأ المال والبورسة في الاقتصاد هي مش ناس بتخش الضارب على الأسهم والفرق تضربه في جبهة وتكسب وتخسى لا ده تمويل للمشاريع تمويل للإستثمارات البورسة دي يقولنا عليها بوتقة أو حضانة بتحول الإستثمارات الغير مباشرة الاستثمارات مباشرة نشوفها على الأرض وعلى الواقع بدل ما أنا مثلا راجل عايز أعمل مشروع بمئة مليون مش متوفر مئة مليون معايا عشرين أجيب العشرين وأعمل إجراء وتداول السهم في البورسة ووزع على الناس كلها فبدل ما الناس مثلا اللي في أسوان ودت للراجل اللي نصب عليهم الفلوس ومش عارفين يحطوا فلوسهم في إيه يروح يشتروا بيأسهم يبقى عندهم مشاركين بشكل أو بآخر مشارك في مصنع كبير مشارك في شركة كبيرة مشارك في أي نشاط اقتصادي يدير عليه عائد أو بعد سنة السهم ده بيعضح في ثمنه هو ده الغرض من البورسة ممكن ذلك اللي تكلم عليه كمان سيادة الرئيس في إفتار الأسرة المصرية بطرح عدد من المشروعات القومية داخل البورسة طبعا احنا بقى هنا نيجي بقى الاهتمام زي ما حضرتك قلت دمج سبع شركات كبرى في المجال البحري أو حضرتك قلت المشاريع القومية أداء البورسة المصرية كان في 2007 و2008 كانت من أفضل أسواق على مستوى من أفضل عشر أسواق على مستوى العالم في الأسواق النشئة وكان نسبتها من الناتج المحلي 100% وتقريبا حتى أنك تفكر رأس المال السوق ساعتها وصل لـ 850 أو 900 مليار ده كان مبلغ أنزاك مبلغ ضخم بعد مرور أكتر من 15 سنة أو حاجة بتدينا نقول أو 13 سنة رأس المال السوق بتاعها الآن بقى 700 مليار فتأثير الزمن وتأثير الحركة وتأثير النشاط الاقتصادي مش عايز نعكس على البورسة المصرية فده طبعا نقدر نقول خسارة فضحة للاقتصاد المصري سوق أداء البورسة المصرية بيأثر أكيد بشكل أو بآخر على المشاريع لكن أعتقد أن التأثر دلوقتي نحن نتكلم في حرب أو أزمة روسية أوكرانية يعني فيه تأثر برضو نتيجة لأحداث الطريقة طبعا الأحداث الدولية لها تأثير وإنه فيه فايدة رفعت فانس حطت فلوسها في البنون طبعا الأحداث الدولية لها تأثير والأحداث المحلية برضو بيكون لها تأثير ولكن أنا بك شايف أن التأثير عليها كبير فبالتالي فيه اهتمام بالدولة لأننا عضنا نطالب إصلاح البورسة اهتمام بيها طرح مشروعات عملاقة لأننا ما نيجي نطرح مشاريع بالقوة دي ده أكيد هتكزب سيولة جديدة للبورسة هتعمل فيها نشاط هتدي ثقة للمستثمر والمواطن بالفعل نزود السيول نزود الأداء نرفع الرأس المال السوقي للأسهم علشان نكون عندنا بورسة تكزب مدخرات صغار المستثمرين المواطن العادي اللي عنده 100 ألف 200 ألف بدل ما يعني البديل البورسة دي هتعاوضنا بدل ما ندي للمستريح مليارات لو اتضخط في البورسة على فكرة كانت فرقت جميد جدا بدل ما الناس تروح تشتري العمرات المشفرة على فكرة كان في منصات بتتحدث ان العملات المشفرة دي في 1.7 مليون مصري يعني 2 مليون مصري تقريبا إلا بيستثمروا في العملات المشفرة واثبتت المحنة الحالية فكرة ان العملات المشفرة دي أيضا هي غير أمينة لأنها تراجعت يعني برضو فده تسرب يعني احنا مليارات تسرب من مدخلات المصريين علشان مش لقين معاء استثماري يضخوا فيه أموالهم فهتهرب بره انا قلت عملات مشفرة اذا توفير الأوعية الاستثمارية مهم جدا للناس وكمان مسألة انه يكون فيه من ينصح الناس هتعمل شهادة هتحط فلوسك في ايه هتستثمر في البورسة لو شافوا قدامهم نمازج حية لانناس بتخش تستثمر في البورسة وتشتري أسهم وبتكسب هو أكيد هيتجي لوحده للكلام لكن هو النمازج اللي شايفها قدامه اللي زميله بيخشوا يقصروا هو ده اللي شايفه فعشان كده بقول احنا بنطالب بيها المشاريع دي بنطالب عفوا بطراحات ضخمة شركات كبيرة بتدير عائد وبيوأس علي مثلا كل سنة عشرين قرش ولا ربع جنيه أكيد هيبقى بالنسبة للاستثمار في البورسة ده حاجة مهمة جدا فانو كنت زي ما بقول البورسة لما تنمو وتنشط وتزدهر هتقلل التصربات من الدخل القومي للخارج بدل ما أشتري في العمرات المشفرة رغم انها ممنوعة قانونية لكن فيه ناس تطلع وبتحول بعملة صعبة وبتتعامل مع شركات في الخارج وبتشتري بدل ما الناس تروح تستثمر في برصات الخليج وبرصات الخليج المتحدة لأن أصبح الكلام ده سهل دلوقتي بدل ما الناس تدي فلوسها للمستريح وتوظيف الأموال بدل ما الناس تشتري عقارات وتغلقها احنا شفنا ان الجهاز المركز للتعباء والإحصى تحدث على ان فيه اخر مسح لي ان فيه اكتر من 11 مليون شاقة مغلقة 11 مليون شاقة مغلقة دول ايه ده الناس بتحط فيها فلوسها فبالتالي ده بديل البورسة هي بديل ويمكن ده دكتور كل هذه البدائل كان مهم جدا خلال المؤتمر العالمي اللي تم الإعلان عنه اللي أثبت ان فيه لجنة إدارة أزمة عندها قدر كبير جدا من الشفافية بالإضافة لفكرة البحث والتحري والعمل على سرعة الرد على كل ما يدار فيه أذهان المواطن سواء كان المصري أو المستثمر العالمي الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد بنشكر حياة فاندي معنا في صباح شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا